على هذه الحالة من العجز عن الحركة أصبح وضع الشاب ناظم عبدو ثابت هنا في منزله بمنطقة شرار في مديرية القبيطة بمحافظة لاحج بعد حوالي عام وأربعة أشهر من إصابة تعرض لها حيث كانت ميليشيا الحوثي تخفيه داخل أحد سجونها في كلية المجتمع بمحافظة ذمار وأصيب إثر غارة لمقاتلات التحالف استهدفت مقر اعتقالهم ومجموعة آخرين بعد القصف في حوالي نص ساعة أو حين دقيقة دخلوا الهوثيين ويبزوا اللي عادهم هي واللي هم انتعوا ويخرقوهم يسعفوهم من المشتشفايات وأنا كنت من ضمن القرحة وبعدا نقلونا إلى صنعاء والله حوالي كثير اللي اشتشاروا لأنه كنا 250 نفر حوالي داقة المبنى تحت فوق مسلسل مأساة الشاب ناظم أحد الضحايا الناجين من الغارة بدأ بعيد شهرين من زفافه مطلع العام 2018 حيث وقع أسيرا في قبضة الميليشيا في جبل الحمام أثناء خروجه بمعية عدد من الشباب للدفاع عن منطقتهم لتبدأ فصول حكاياته المليئة بالعذابات الجسدية والنفسية في سجون الميليشيات التي بدأت بإيداعه في أحد معتقلاتها بمدينة الراهدة ثم نقلته إلى مدينة الصالح بتعز لتلقي به أخيرا بمعتقل كلية المجتمع بذمار قبل أن تنتهي به الأحداث إلى ما هو عليه الآن لا حد الآن نحن لا نقدر نستطيع نمشي ولا نقدر نستطيع نشتغل ولا نقدر نستطيع أي شيء نعمل لا حد الآن ولا نعمل أي شيء الضروري أنه من الشرعية والحكومة تتابع لنا في جرح الأسراء أو ملفات الأسراء على الرغم من تحريره ضمن صفقة تبادل للأسراء قبل سبعة أشهر لم يلقى ناظم الرعاية الصحية الكافية لاستعادة صحته الجسدية والنفسية وسط مطالبات أسرته للجهات الحكومية والتحالف السعودي الإمارتي بمعالجته ورعايته وأسرته وتحمل واجباتهم ومسؤولياتهم الأخلاقية تجاهه ومحاسبة الميليشيا التي تسببت بكل هذه الجرائم